السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم تيجي حمزة واليوم جرت لكم بمقطع جديد طبعا مقطع اليوم مقطع اخرى في اسطوري اذا اول مرة بسوطة القناة تنزول لديك تشترك وفعل زرتين بها تلع تصلك اي مقطع جديد منزلو عن الفريفاير او اي لعبة تانية وعطوني لايك هاد الشي كتير بيحفزني لحت اتظل كمل نزل فيديوهات على القناة فاليوم جبت لكم اربع نصائح تستفيد منها لحتى تصيروا محترفين بفريفاير او بالاحرى انكم تحسنوا تصويتكم بفريفاير وكي تحسنوا تعاملكم مع المواقف مثلا اذا كان في سكواد قدامك شلون تقدر تتعامل معه او شلون مثلا اذا كنت على الان منطقة مثل بيك او برازيليا او هدول مناطق شلون تقدر تنفذ منها بدون يعني بحيث انك تجيب كيلات وما تهرب هريبة يعني هريبة وما تجيب اي كيلات وتكون مثل المنواب فبلا طول الانتظار كل واحدة عمشوف هذا المقطع ينزل الى تحت ويعطي لاني لايك لحتى نشوف اذا الحدر ونوصل هذا المقطع 1200 لايك فينا بلا طول الانتظار بتركوا مع المقطع اول فكرة عن اياها اليوم هي انك انت رح تفوت كلاسيك تمام بس باول فترة من تدريبك اذا انت كنت تجديد على اللعبة ولما تفوت كلاسيك نزوله بمناطق كتير بينزول فيها عالم مثل بيك، كلوك تاور، بوشينوك، بمستاكي ستريب هدول الاربع مناطق اكتر شي بنزول فيها عالم ببيرمودا اما ببرتاقوري في عندك برازيليا وسنترال في هدول مناطق بنزول فيها كتير عالم طب ليش تنزل بمناطق فيها كتير عالم مشان تتعود على يعني انك تقتل عالم بقلب اللعبة تتعود على الاشتباك تتعود على الاحتكاك مع اللعبين التانين لقدامك فهذا الشي كتير لح يساعدك انك تقدر تحسن تصويبك وتحسن زكائك باللعبة كتير الشي ممتاز اما الشغل الثاني اللي عندنا ياها لليوم هي انك تحاول يعني تشتبك مع العالم حتى لو كانت اسلحتك ضعيفة ما تهرب من اي لاعب قدامك لانو انت اصلا عم تلعب بكلاسيك يعني فما في داعي انك تروح يعني تهرب من اللعبة ما انك انت عم تعمل رانك وحتى لو كانت اسلحتكم ضعيفة بتعرفوا حالكم حتموتوا لازم يعني تشتبكوا متل ما انكم شايفين هات زلمة عفكرها دابوت مبين لانو ضرب طعوية صار اول بوتاتو توقع باللعبة صار في عندهم بيدرو يعني يصوبوا بشكل اقوى فمتل ما انت لكون يعني تضلوا لتحموا مع العالم بحيس انو تنموا عندكم الزكاة والخضرة انكم تتعاملوا مع انو تقتلوهم بسرعة الشغلة اللي بعدها اللي عني هاليوم هي انكم تضلوا عم تنطوا وتتحركوا وما تجمدوا بمكانكم لما تشوفوا اي واحد اذا كنتوا ما تقدروا تقتلوهم بسرعة متل ما كن شايفين هات صحبوت بس انا ضليت عم نطوت قدامه مشعل ما يقتلني ليكوا مثلا هات شايفين في واحد عم يطلق عليه من بعيد شايفين لما تنطوتوا وتروحوا يمين يسار ما بيشوفكن انا هلا لحيطلوا بس مشان اخد سلاحهم اما الشغلة الرابعة والاخير اللي عني اياه اليوم انك انت لما تشوف واحد ضغري بتروح تشتبك معه ضغري يعني اول ما شفته خلاص متل ما كن شايفين هون اول ما طلع هات ضغري قتلته مشان ليش طيب مشان يعتيجي حمزة لازم ضغري تقتلو او ضغري تشتبك معه مشان تنمي عندك ردة الفعل هلا لما طلع شايفين ان لا اراديا رحت قتلته ضغري ما فكرت ابدا ليكوا مثلا هات هلا بيشتبك في واحد ليكوا بس خليني شايفين شلون انا هلا عم بيشتبك معه عم بيحتك معه ليكوا هلا شوفوا شوفوا شلون احصل في هيد شوت ليكوا شايفين هاي الفكرة انت كتير لح تستفيد منها باللعبة لما انت تروح تشتبك مع العالم و تنمي ردة فعلك بشكل يعني خارق انا يعني سألوا مجرب متل ما بيقولوا ولا تسأل حكيم هاي الشغلات نمتلي ردة فعلي بشكل مطبيعي فوقل 300 بالمية يعملكون يا شباب فبس هذا اللي كان عندي لليوم لا توصل لكم الاشتراك وفعل زر التنبيه تلا تصليكم اي مقطع جيبنزلو على الفريفير او اي لعبة تانية ومتل ما تلكون انا هلا خط خلص اعتمدت على البرنامج اللي تلكون يا بالمقطع الماضي لح يصير موعد التنزيل احد بيكون فيس كام جيم بلاي فريفير اليوم الثانين والثلاث يعني كل الايام ما عدا الجمعة والخميس لح يكون مقاطع عادية يعني شروحات متل هلا ما عم نزل اما يوم الخميس لح يكون لعبة تانية مختلفة ممكن فيس كام وممكن ما تكون فيس كام حسب يعني حسب اللعبة وشو بتطلب ويوم الجمعة لح اخدوا استراحة ما في اي ما في تتنزيل باليوم الجمعة لح خليه استراحة مشان يكون يعني جمع افكاري للمقاطع اللي جاية فيا ابنت معتلكون اذا ما كنتمشترك نزولنا تحت واشتركوا يا شباب التحدي نوصل الاربعين الف قبل اسبوعين عن جد انا عم بدعب معكم عم نزل كل يوم بتمنى تقدروا تعب وتنزلوا تحت وتشتركوا وبدي منكن شغلة انكن اذا حاسين في اي شي غلط بمحتوى قناتي مثلا حاسين في شغلط بصوتي طريقة شرحي بدياكن تنزلوا تحت وتو كتبولي اياه برد على الكومنت اللي انا اللي حعمل له تثبيت للي كتبولي اياه برد للكومنت مشان اعرف انا شو في شغلات غلط عندي بالقناة مشان صححها ومشان يعني تطور قناتي اكتر ويلا كان معكم حمزة ومع السلامة